ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بيانات حربنا بشكل يومي موقع كفاش أحصى منها على الأقل 26 بيانا يدعي مدبجوها ومربجوها أيضا أن الجيش المغربي يتكبد خسائر مادية وبشرية ليلة نهار على يد عصابة البوليساريو عبر القصف الكتيف والمدفعية التقيلة في نقاط مختلفة خلف الجدار الرملي في الأراضي الصحراوية المغربية ويبدو أن الحرب التي تتحدث عنها البوليساريو ليست إلا في بلاغاتها وعلى صفحات مدوينها الفاشلين فلا أمم متحدة تندد ولا مجلس أمن يجتمع ولا أمين عام أممي يعرب عن قلقه ولا مينورسو تراقب مغارب كتر لديهم أقرب يدودون عن حوزة الوطن في الصحراء المغربية وفي الحدود إنباروا لهذه الأخبار الزائفة التي تروجها الجبهة الانفصالية وكتب أحدهما في صفحته في الفيسبوك لدي أصدقاء خلف الجدار أتواصل معهم بشكل عادي ليس هناك حرب كما يقولون لكن هناك تأهب واستعداد للحرب في حالة اندلاعها وكتب أخر ويدعي الدكالي كي نولاد منطقة دكالة بزاف في القوات المسلحة الملكية وفي الخطوط الأمامية يعني قرب الجدار وعندهم اتصال عادي مع دويهم والأمور عادية جدا الحرب موجودة فقط في مخيلة العصابات التي تنشر صور تبت أنها من مناطق حرب في أماكن أخرى من العالم وأضاف حفظ الله جنودنا والله دخوتنا المحتجزين في مخيمة القهر أما العصابة ليشت تشملهم وتأسف أحد رواد الفضاء الأزرق كون قيادة البوليساريو تنهج أساليب بروباغندا أكل عليها الظهر وشرب وتعود إلى سبعينيات القرن الماضي حيث لا يوجد أنترنت وقنوات فضائية تعطي الخبر في حينه وعلى المباشر من كل أنحاء العالم وأردف الحمد لله لا وجود لحرب في صحرائنا وعكس ما كان ينتظر عسكر الجزائر لم ترق أي نقطة دمنا بين أبناء الشعب الواحد ولا نريد أن يصاب أي أحد من إخواننا في المخيمات بأدى الجنود البواسلة دورهم استتباب الأمن في كل أرجاء الوطن وحماية المواطنين المغاربة كل المواطنين بما فيهم ساكنة المخيمات اللهم احفظ الأمة المغربية من كل مكره نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب